تحت رعاية الأستاذ الدكتور أحمد هان وزير الثقافة يتشرف الأستاذ الدكتور أسامة طلعت الأمين العام للمجلس الأعلى لثقافة بدعوة حضرتكم لمتابعة حلقات مبادرة وعي بالقانون التي تنظمها لجنة ثقافة القانون والمواطنة وحقوق الإنسان برئاسة المستشار الدكتور خالد القادي وعضوية 14 شخصية من رموز مصر القانونية والثقافية كيف أحب أعرف نفسي حضراتكم الأول؟ أنا المستشارة أي عبد الهيدي المستشارة بهية قضاية الدولة والحقيقة يعني خليني أتكلم من الواقع المجتمع ولأني أريبة شوية من جيلي وأريبة من الكلام اللي بسمعه ويمكن فين أنه بعض الكلمات السلبية زي أن التعيين في الجهات والهيئات القضائية لازم فيه من وسطة وخليني أقول عن تجربتي أنا الشخصية أنه ما كانتش بواسطة تماماً أنا كنت تقديري جيد جداً والحقيقة تم تعيني وقبولي فيه تقضايا الدولة من غير أي وسطة رغم أني كمان من أسرة من توسطة يمكن ما كانتش فيه كل العوامل اللي الشباب دلوقتي بيخطوها عقق قدام إنهم ينجحوا حيشترلت عن نفسي كويس أوي أو حاولت على الأقل طول الوقت السعي موجود طول ما أنت بتسعى طول ما أنت تكتهد أكيد هتلاك وده قاعدة بقى بتفوق كل القواعد القانونية هي قاعدة ربانية قاعدة إن الله لا يضيع أجرى من أحسن عمله فبالتالي كل اللي عليك أن أنت تكتهد النتيجة دي بقى بتاعت ربانه كمان سجلت رسالة الدكتورات بتاعتي والمشرف عليها دكتور طارق سرور والحقيقة كانت بتوصية من دكتور فاتحي سرور الله يحامو وكل ده طبعاً كان من غير أي نوع من أنواع الوسطة هي مجرد أن تكتهد لتشتغل على نفسك وتعرف ما لنفسك ما المجالات التي سوق العمل محتاجها وتقدر تقدم عليها وتاخد فيها مزيد من الكورسات وتزود مهاراتك التي تنقصك في سوق العمل مثل كورسات اللغة الأجنبية والتحول الرقمي والبرمجة حالياً لأنه دالها نحتاج إن شاء الله في المستقبل القارض أو محتاجينه كمان دلوقتي مش عايزة طويل على حضراتكم الحقيقة وعايزة أشكر المجلس الأعلى للثقافة على هذه المبادرة الرائعة لأن الوعي بالقانون هو مهم مش بس للقانونيين هو مهم للناس كلها لأنه بمجرد ما المواطن بيعرف حقه بيقدر كمان يتجنى بالعديد من المزاعات وده بيفيد المواطن وكمان بيفيد القانونين بيفيد القانونين بشكل إنه بيقلل نسبة النزاعات المعروضة في المحاكم والحقيقة هي كبيرة بشكل يعني مش طبيعي يمكن دور بقى التوعية هنا إنه بتقلل النزاعات دي من على عاطق المحاكم وكمان التحقيقات اللي بتقوم بيها نيابة العمى وكان الله في العون الحقيقة بتكون بكمية كبيرة جدا دور هنا بقى المجلس الأعلى لثقافة رائع في المبادرة دي إنه يعرف الناس القانون المفروض يتبعوه ووعيهم كمان اللي لازم يكون بحققهم يعني لأنه كمان إحنا بنشوف ناس بتخاف حتى تروح الاسم وده مش صح أبدا أنت لو عرفت حقوقك تقدر تعرف الطريقة اللي تطالب بيها بحقوقك وتقدر تحصل عليها لأنه عندنا الدستور أفرد بابين من الدستور لحقوق الإنسان منهم من دمن ومن أهم محقوق الإنسان حق الالتجاء إلى القاضي الطبيعي يعني حضرتك في أي وقت تحس بأي ظلم ووقع عليه تقدر تتوجه وترفع دعوة وتقدر تمارس حقك الطبيعي في التقاضي كمان حقك في الدفاع عن نفسك في أي وقت وقع عليك ظلم تقدر برضو تعين محامي أو تشوف محامي يدافع عن حقوقك حاجة تانية عايزة أتكلم عنها ويمكن كلنا بدأنا نقع فيها أو بدأنا نمارسها بشكل مش محسوب بقينا نحس أننا نستخبين ورا الشاشة صغير استخبين ورا شاشة الموبايل أننا بقينا ممكن نبتاكل أي جليمة ونحن قاعدين ونحن حاسين أنها جليمة فكرة نشر الشائعات بشكل مش طبيعي بقينا نشوف البوست نشياره من غير ما نتأكد هو حقيقي ولا لا نحن بقينا نمارس السبب والقذف علنا على وسائل التواصل الاجتماعي ونحن حاسين برضو أن هذا جليمة لمجرد أننا نمارسه من خلال الموبايل ودي كارثة كارثة لأنه عندنا قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 سنة 2018 والذي كافح هذه الجرائم وبالعكس بعض أكوبات هذه الجرائم بتتعدى للحبس والغرامة فلازم الناس تبدأ تأخذ بالها وده دور المبادرة إنها تعرف الناس تبدأ خطورة النوع ده من الجرائم بقينا نقول يا جماعة الكلمة أمانة وللأسف الناس ما بتمارسش الدور ده من خلال وسائل التواصل الاجتماعي ويمكن معظمنا متورد في هذه الجرائم في هذه النوعية من الجرائم ومش حاسس حاسس إن فيه بالفعل ما بحس الإنترنت بتقوم بدور أكثر من رائع في مكافحة هذه الجرائم لأنه زي ما بقول لحضراتكو بقينا بمجرد سهل سهولة الجريمة سهولة الجريمة بقيت بتزود أعدادها بتزود أعدادها والمتورطين فيها بقينا معظمنا متورط بشير بمجرد ما تدوس على شير أنت كده نشرت خبر كاذب أنت كتبت كومنت مش حقيقي كتبت كومنت فيه نوع من أنواع السب والقصف وانت برضو مش على دراية أن ده بيوقع حضرتك تحت طائلة المساءلة وأنه بيوصل العقوبة للحبس أو الغرابة أو الاثنين فهو يعني ويعي بالقواعد القانونية التي تختاركها لأنه في الوقت كمان بنلاقي موضوع الهكورس بقى سهل قوي بقوا يدخلوا ياخدوا الأكاونت التعليم حد فينا ويمرسوا من خلاله نوع من أنواع الاستغلال أو طلبات مادية التشريع أو القانون أو حق التقاضي ويمكن الوزارة هنا تقوم بالدور ده بشكل رائع دور المؤسسات في نشر الوعي ده للأفراد وللمجتمع ككل ففين بقى دور المجتمع دور المجتمع لحضرتك تدورك وتصوف وتعرف حقوقك وتعرف ايه المفروض تتجنبه وهنا يعني ما ينفعش نعتذر على الجهل بيماما ما ينفعش نعتذر على الجهل بقانون مش عايزة أطول على حضرتكو يمكن عندي بعض التوصيات من وجهة نظري مهمة جدا الوعي للقانون وحقوق الإنسان أتمنى أشوف في وقت من الأوقات في كل جامعة في مادة متخصصة بدراسة القانون وحقوق الإنسان مش بس الكليات القانونية في كل الجامعات وفي كل الكليات توصية أخرى يمكن برضو بالتنسيق مع الجهود الدولة في التحول الرقمي ومواكبة الذكاء الاصطناعي إنه محتاجين يبقى عندنا منصة أو منصة لتواصل الجمهور ومعرفة القواعد القانونية اللي يمكن مش بسهولة بيوصلوا لها وتوجبهم نحو النحامي المتخصص اللي يقدر يجيب لهم فعلا حقوقهم توصية أخيرة ويمكن هي كانت موجودة من زمان وهي دور الجلسات العرفية كان في زمان كده حاجز مع الجلسات العرفية ودي كانت بتخفف على كاهل القضاء شوية كان يمكن نص النتاعات كانت بتحل في المجالس العرفية دي وما كانش الناس بتلجأ للتقاضي فأتمنى يكون فيه تفعيل لدور الجلسات العرفية مرة تانية ويكون ده تحت إشراف الحكومة ومؤسسات الدولة ومش عايز أطيل على حضراتك أكثر من كده شكرا جزيلا 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 شكرا جزيلا